السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم حالي المشاهدين ربكم بخير معكم الشيفاني زيادة من قناة مطبخ العيلة النهاردة يا جماعة نعمله السابلي احلى سابلي هتعملوه ولا افخم محل حلوان تشتري منه بنفس الطعم بنفس التست السابلي يا جماعة عجنتو استاندر ما فيهاش فيها اي مكونات زيادة زي ما احنا بتشوفه اليومين دول هتعمل احلى سابلي بطريقة سهلة وبسيطة تابعوني في الفيديو عشان فيه مهمة هقولها يلا بينا نعمله السابلي يلا بينا مقدر السابلي جماعة معانا هنا تلتمية وخمسين جرام من الدقيق هو استاندر تلتمية جرام بس انت دي بيختلف من نوع لاخر فلازم انتعمل حسابك على خمسين جرام زيادة يعني من تلتمية ل تلتمية وخمسين الدفاكر متعدد الاستخدام عليه زرة ملح منخول مرتين ومعايا هنا متين جرام من الزبدة تمام هنا النسب بتاعتنا جماعة بتكون تلاتة اتنين واحد يعني تلاتة دقيق اتنين زبدة واحد سكر يعني تلتمية جرام دقيق متين جرام زبدة مية جرام سكر بضرة ومعايا هنا عدد واحد بيضة ومعايا هنا فانيليا سيلة هاخد منها معلقة صغيرة لو ما عندكيش السائل هتاخدي باكو واحد من الفانيليا اللي هو واحد جرام تمام الزبدة هنا يا جماعة بدرجة حارة الغرفة هي والبيض يعني هنشتغلوا بيها بدرجة حارة الغرفة اول حاجة هنعملوا هنا هناخد الفانيليا السائلة انا هاخد هنا حاجة بسيطة من الفانيليا السائلة عشان الفانيليا اللي عندي دي فانيليا مركزة تمام انت لو هتشتغل بالفانيليا برضو السائلة هتاخد برضو حاجة بسيطة او نص معلقة وحاجة بسيطة ايه من الفانيليا السائلة لو ما عندكيش يبقى الفانيليا الايه البواك اللي هي العادي واحد جرام تمام اول حاجة تحطت الفانيليا على البيض ما بتدي بقى يا جماعة اعجي المكونات انا هجيب بولا بقى وانزل بقى اول حاجة الزبدة الزبدة بدرجة حالت لغرفة يا جماعة تمام معلومة بقى كده عليكم انا هضرب بالمضرب السلك المضرب اللي هو الكهرباء عادي تمام انت لو حاب تشارف العجان مفيش مشاكل حاب تشارف المضرب اليدو العادي برضو مفيش مشاكل بس المضرب اليدو هياخد منك وقت نزلت بالسكر على الزبدة لازم ان اضربهم في المرحلة دي يضربها كويسة عشان خاطر تبقى الزبدة مع السكر تدي القوامي الكريمي ويبقى لون فتح بعد ما بقت كريمي انزل بالايه بالبيضة والفانيليا بعد كده اضربهم مع بعض لحد ما البيض يختفي بعد كده اخر حاجة الدقيق انزل بالدقيق اللي عليهم زرة الملح وبعد كده كمل ضرب لحد ما تخلي الدقيق بتاع كله يختفي والزبدة تتشرب من الدقيق تمام واهم حاجة وانا شغال لازم ناخد الجوانب بتاعة البولا انا هنا اشتغلت بقى بيدي عشان خاطر اقدر الم الجوانب بتاعتي من الدقيق بعد كده جماعة اخذ العجينة بتاعت على الرخامة بتاعت كده واخدمها بيدي كده برضو علشان اتأكد ان الدقيق كله روح مع الزبدة والعجينة بقت نعم ومتجنسة معي طب لو حضرتك حسيت ان العجينة بص شايفين شاكل العجينة جماعة بص ده القوام بتاع العجين ملمسه يكون ناعم لو دست عليه ما تلاقوهش مشرخ لو شرخ منك اعرف كده ان هو محتاج زبدة تجيب معلقة زبدة بدرجة تحطر غرفة وتحدود فيها للعجين وتخدم العجين تاني لحد ما انا عم معاك تمام بعد كده سيت الكولة اللي فيها في كيس بلاستيك او في استريتش راب وبعد كده ترايحها في التلاج عجينة السابلية لازم انت ترايح في التلاج على الاقل نص ساعة لو انت مستعجلة او عايز تشتغلي بها سريع ترايحها في الفريزر عشر دقيق تمام متبوصش مننا واحنا بنشكله يعني متبقاش العجينة صحيحة مننا اهم حاجة جماعة نفرده العجينة بتاعتنا على استريتش راب وتحت ورق الزبدة عشان خاطر نعرفه بعد ما نشكله الاشكال بتاعتنا نسحبه الشكل بتاعنا او كطعة السابلية من غير مطبوص مننا تمام ارتفاع العجينة في الفرد بتاعها لازم يكون نص سنتي مايبقاش اقل من كده ولا يبقى اعلى من كده علشان خاطر البسكوتة اطلع ارتفاعها مصبوط والبسكوت بتاع السابلية جماعة ما بتخرمش بخلال لأ دوبك يتفرد بس وتقطع بالاشكال اللي انتوا شايفينها دي انا حاطت فرم اشكال الاشكال اللي انت تحبية عندك اشتغل بيها لو ما عندكش اشكال ممكن تشتغل بكوباية وبغطأ زيزة وتتعاملي وهتطلع برضا احلى سابلية تمام انا هنا عندي فرم بتاعت السابلية شريها من عندي مستصبات حلواني جاهزة بتساعدني وبتريحني في الشغلة بتدي اشكال حلوة زي ما انتوا شايفين بس اهم حاجة دروعي ان كل شكل تعملي تعمليه بالجوز يعني كل قطعة يبقى لها قطعة شبهها عشان خاطر انت هتقفليهم طبقة فوق طبقة فلازم انتوا بقى القطع متشابهة ومتساوية في الحجم تمام اجي انا بقى هنا خلاص بعد ما شكلت وحددت الاشكال اللي انا عايزها ابتدي بقى ارفعها من ايه من ورقة الزبدة الورقة الزبدة بتساعدني ان انا ارفع الكطعة من غير مطبوز او حضرتك عندك سبتيولة او مقطع او بسكينة ممكن برضو تسحبها كنا من تحت الورقة بالراحة وترفعها عادي اهم حاجة تحفزي على شكل السبلي بتاعك الكطعة الزيادة اللي انتوا شايفينها دي جماعة اللي بطلعها من حولين السبلي بارجع اخدمها تاني زي ما انتوا شايفين كده وفردتها وارجع برضو اشكل الاشكال تاني تمام لو انت عايزة تعمل الشكل اللي هو فيه مربة اللي هو امدور من النص ده بالبلا اللي هي بتاعة كيس الحلواني بحدد بقى من النص وبقطع بها ايه حتة السبلي بحيث تكون مفرغة واخد الشكل الدائري ما عندكيش زي ما قولنا هتشتغل بالكباية وبالغطة بتاع الازازة او زي ما انتوا شايفين كده انا رفع تاعة بالسكينة على طول واردكوا الطريقتين عشان تبقى سهلة بالنسبة لكم بعد كده فنشتغل في الصواب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده السبلي ما فيهوش بيكنجبودر فما تقلقيش مش هيفرد جامل منك قوي ما بيفردش بس اهم حاجة برضو تخلي فيه مسافات ما بين كل قطع وقطع هو كده كده مش بيفرد منك هتسويه في درجة حرارة 180 درجة في الرف الوسطاني في الفرن هياخد منك تقريبا من حوالي كلت ساعة لنص ساعة لخبز دقيق حسب درجة حرارة الفرن عندك لانه بيختلف من كل فرن الفرن تمام ده شكل السبلي بعد ما استوهو شايفيني الارتفاع بتاعه جامعة ده الشكل بتاع السبلي المزبوط ده الارتفاع المزبوط الستندر بتاع السبلي بنفس اللون ده وبنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده وبنفس الارتفاع ابتدي بقى ايه اقفل السبلي بتاعه واجرنشه كده وعمله دوكريشن حلو جميل يلا بينا انتاخد الشبكة بتاع الفرن او اي شبكة من بتاع التلاجة انا شايفيني هنا بالشوكولاتة اللي اسمها هوفين هوفين بيكنج بار الشوكولات اللي يا جميع حلوة جدا يعني عن تجربة اشتغلوا بيها وعلى ضبانتي انا هنا سيحتها على حمام بخار ما عملتش فيها اكتر منها دفت لها معلاء الزيت بس وسيحتها على حمام بخار او تسيحها في الميكرويف ابتدي بقى ايه احط بقى ايه مربة شوكولاتة واحط طبقة على طبقة طبقة بسكوت سابلي على طبقة بسكوت سابلي واقفل ايه بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبعد بقى بتتأفل ابتدي بقى ايه انزل في الشوكولاتة اغطس السابلهية في الشوكولاتة انا هنا معلش الكادر كان صغير مش كان جايب معي قوي فايه انا هوريكم شايفيني انا شغال بشوكة اغطس السابلهية في قلب الشوكولاتة وارفعها بالشوك عشان تطلع معاية مظبوطة ما تبقاش فيها تبصيمة الصابع يعني ما ممسكهاش بأيدي ونفس الشوكولاتة البوني دي جماعة انا عامل برضو الشوكولاتة بيدا برضو هوفين برضو مسياحة برضو بالنفس الشكل اللي انتو شايفينه ده كده وغطست برضو النجوم دي كده برضو في قلب الشوكولاتة البيضة عندي شوية شوكولاتة تبقوا مني عندي كيس كورني على شكل عمع فتحت فتحة صغيرة وزي ما انتو شايفين كده مشت خطوط كده توستات كده زجزاج رايح جاي بالشكل انتو شايفينه ده وبعد كده جبت خلة وروح تقيمة مشايع عليهم كده زي ما انتو شايفين كده بالفيديو تدمها شكل جميل حلو عايزة تسيبها زجزاج مفيش مشاكل عايزة تعملها بقى اي شكل دائري مفيش مشاكل ده زوقك واللي انت تحب تعمليه اعمليه ده ديكوريشن انا بديك شوية افكار وانت بقى عايزة تبديعي ابديعي عايزة تحط سكر بضر عليهم مفيش مشاكل برضو المتاح قدامك اعمليه عندي برضو شكلاتة في المسيح زي انت برضو بيها برضو اللي هي السبلات السوريين اللي انا كنت اعملها بالشكل ده وبعد ما نخلص ندخلوا التلاجه رايح في التلاجه عشان شكلات تشد ادي سيت بكل السبلية بكل سهولة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته